أمين علولو مرحبا بك أمين ويومك سعيد وبك أكثر ويوم سعيد لتونس الكل مرحبا الكفاءة التونسية في الخارج قوة كبيرة بالحق نافذة قاعدة تخدم بالجداء ولكن الطاقة التاحة ماشية أكثر للبلدان الأخرى اللي يقيموا فيها واللي يختاروا أنهم يخدموا فيها علينا أمين أنه نكسب هذه الكفاءات التونسية اللي قرات وتعلمت وصرفت عليها الدولة وصرفت عليها البلاد من أجل أنه يكونوا يعني قوة بالحق ويساهموا في نهضة بلادهم وفي اقتصاد بلادهم وتجارة بلادهم وكل ما يتعلق بالإزدهار والتطور هل بالإمكان أنه نكسبوا هذه الكفاءات أم كفاءات قاعدة تخرج من يوم إلى آخر هو صحيح ظاهر قبل أن نعقب على قوة كبيرة نفصل الظاهرة للناس يسمعون فينا نعم كنقولوا كفاءة تونسية في الخارج ونحكيوا على ظاهرة جديدة هي ظاهرة قويت في العشر السنين الأخير التوينسة بالخارج عددهم الضعف تعدينا من ما يقرب مليون لأكثر من مليونين تونسي في الخارج نعم وبخلاف الزيادة في العدد يعني تم تغير نوعي كبير ياسر شفناه في السنوات هادوما بحيط أن التوينسة اللي يغادروا مش هم نفسه من البروفيل اللي كانوا قبل متاع التوينسة اللي يمشيوا لخارج في السبعينات وفي الثمانينات طواني نشوفوا مهانتسين وأطباء وحتى مع تباعي في أعمال وناس كفاءات حتى مش كان الشباب حتى كفاءات مقتدرة وعندها خبرة كبيرة وراعها والناس عمرهم في الاربعين والخمسين سنوات والسؤال يطرح نفسه هو قبل ما نشوفوا كيش نتخليوهم ولا نجعلوا منهم قوة في سالح الاقتصاد والتنمية والازدهار سؤال يطرح نفسه أولا هو عليش قاعدين يخرجوا عليش قاعدين يخرجوا خطر لقين برشة امتيازات البر بالضبط من ناحية احنا توولين عايشين في عالم مفتوح عالم يسهل فيها التنقل والكفاءات تنتقل ظهر مشكل في تونس في كل نحاء العالم حتى في الدول المتقدمة عندهم مشكلة عندهم كفاءات فرنسوية تمشي للسيليكون فالي في أمريكا كفاءات من أمريكا تمشي للخليج من الكندا عندهم مشكلة كبيرة عن المهندسين العالمين يمتاح مشكلة لأمريكا مثلا معتها ثم الظاهرة موجودة لكن الظاهرة مهمة ياسرة بالنسبة لنا في تونس على خاطر اللي قاعدين نلاحظوا فيه واللي شوفناه من الصنداج والزيتويد اللي عملنا فيهم والدراسات اللي صاروا فيه من عديد الجوانب حتى من الجهات حكومية في السنوات القليلة الماضية الكل توري أنه تم كل ديكلاج كبير تم يعني خوارق أي تفاوت كبير تفاوت بين نظرة الشباب والكفاءات هذه اللي عايشها عايشها كونكتيت أو مرتبطة بعالم مفتوح وبآفاق لي فيه وبالتكنولوجيات الحديثة وعندها معتها نظرة تموحة للعالم يعني النوافذ مفتوحة وسهل التواصل النوافذ مفتوحة وعايش في وقتها وعايش في زمانها الشباب هذه معتها عايش في وقته وعايش في عالم مفتوح في حين أن بلادنا قعدت للأسف ما زالت فيه ما وصلتش معتها تم العالم هرب بنا شوية في السنوات القليلة الفارطة نحقي لك معناها كمشيت نقلة فرنسا في أواخر الثمانينات ما كانش تم تفاوت الكبير ولا الجاب الكبير الموجود اليوم الجاب زاد التفاوت زاد في السنوات الأخيرة يعني كنحروف العالم ولا في معتها الحياة كلها مرقمنا كل شيء يصير بسرعة العالم مفتوح نسكول تتنقل في شتى نحاق العالم من بلاد البلاد واحنا قعدنا كلي في نظرة شوية ما زلنا ما تخلناش بكل قوانا ما زلنا معتها كلي نقدموا بخطاء بطيئة جدا ولا محتشمة خطوات محتشمة ومعمناش كالقفزة في القرن الواحد والعشرين وكل ما يتطلبوا من من رقمنا من تحولات اللي قاعدين نشهدوا فيها تحولات رقمية تحولات بيئية طاقية هالانفتاح هذي الاقتصادي ويجبنا نسرعوا الخطاء يجبنا نسرع الخطاء باش الشباب متاعنا يلقى فضاء أرحب في بلاده ويلقى فرص أكثر في بلاده على خط الفرص كما قلتني موجودة ومتاحة وسهلة وتاب يروج متفرش لهم باش يجيبوهم ناس كل تتعارك عليهم باش يجيبوهم وهذا هو اي تواسي امين بالإمكان من جمعشتات التوانسة اللي موجودين في برشا بولدين في الخارج فم أعملية استقطابهم تعاونهم باش يعملوا استثمار البنوك مسهلة لأمور مثلا هو تول التسهيد منقول مسهلة لا ماش مسهلة هم هم توقعين ثم لي يرجع وثم لي حتى كن ما يرجعش يعاون بلي نجم وإحنا مش نحكي على جمعية 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 لاتيوج تمثل 8000 شخص كفاءات نجم وقوله لكن 8000 شخص هذو منهم 1500 1600 في تونس من اللي رجعوا نعم لكن البقية لكل أغلبهم يام ما ما زالوا يقرأوا لذي دي جون ولا حتى الناس عايشين صارهم عشرة عشرين ثلاثين سناء وبعض منهم عندهم أعماء عندما معتهم مشاريعهم وشركاتهم ولكريار متاحهم وناشحين بالقدار في العالم وإحنا سعينا على فكر التجميع اللي تحكي فيها منذ سنة عملنا تحالف في ضمن لاتيوج تايب في أمريكا سويس تونس في سويس راتي في ألمانيا اختصاء في كندا والتحالف هذا وضعناه كنواة أولى والنواة أولية لشبكات شبكات تضمن كل شبكات يعني متاع كفاءات تنشط كل واحدة في بلاد وحاولنا نلموهم بشي نقوي معنا العلاقات ونقوي ونسق متاع خدمتنا ونرتقيوب خدمتنا وبالعمل متاعنا على خاطر كما قلنا الكفاءة ذي زادت في العدد الرقعة الجغرافية اللي هي عليها متدت وليت كبير ياسر وعلى خاطر نامنو اللي هي عندها دور كبير تنجم تلعب نجم نجيب حاجة نجد نتقدم إضافة للبلاد ونامنو زادة لبلادنا في مفترق طرق وأمام تحديات جسيمة من جملة تحديات هو أنه شبابنا ألمع شبابنا وممكن أنجب أولادنا أكثرهم قدرة على الابتكاء على الخلق على الإبداع ومش قاعدين نراو في مستقبلهم هنا قاعدين نراو مستقبلهم في الخارج هذا أكبر تحدي وهذا يجب نغير ومش نستنى أن الدولة تعمل حاجة وإلا أن معناها يجب نتغير يجب تعمل حاجة لأننا زادة يجب نعم للي علينا لأن زادة الكفاءات في الخارج هي جزء من الحل حتى هجرة الأدم يجب تشارك في تحسين المناخ العام في تونس تقدم تلعب دورها في ارتباط مع المجتمع المدني مع الفاعلين الاقتصاديين في بلادنا مع الفاعلين السياسيين في بلادنا باشي لكلنا نرتقي ببلادنا المستوى أنه نمكنها أنها تستجلب كفاءاتها وننتقض على سيئة أمين أعلولو ورئيس جمعية التونسيين خارجي المدارس العليا أخيرا نظمته منتدى تونس العالمي تحت شعار الكفاءة تونسية بالخارج قوة الدفع للتحول والتغيير معناها فما أمل يعني خرجت بنتائج معناها خريطة عمل ممكن تنفذوها بضبط المنتدى العالمي تونسيا تنظم تنظم التحالف تونسيين تلنت اللي حكيت لك عليه الساعة اللي بعتنا منذ سنة فقط والتحالف نظم التظاهرة تونسيا تصير على زوز مرحل المرحلة الأولى هي ننتقل من بلاد لبلاد وكل جمعية من التحالف تنظم يوم تونسيا في بلادها عملنا باريس عملنا لندرا عملنا ألمانيا أمريكا عملنا سويسرا في سبتمبر كندا في أكتوبر وتونس هي في الفترة الصيفية في الجهات هذه تونس في الفترة الصيفية حابنا نحول الفترة الصيفية ونضرب موعد في الفترة الصيفية مع جليتنا اللي وقتها هي تكون في عطلتها في تونس باش العطلة ما تقتصرش على الشط وعلى العائلة لكن نعطيها زادة بعض تنميمي بعض اقتصادي باش نوعيها بدور اللي تلعبوا وتسمعوا الاقتراحات ونقدموا اقتراحات ونطنو زادة قوة اقتراح باش نحاولوا باش نشاركوا خطر ثم زادة مساعي كبيرة من عند الدولة اليوم نتحاول واعية باهمية الكفاءات هذية وكان معنا حضر ضيار وزير الخارجية في المنتدى اللي نظمناه من 23 جوليا معت الدولة واعية باهمية الجيلية هذية كفاءاتنا في الخارج وبالدور اللي تنجم تقوم به والدور اللي نجم حتى نقول يلزمها تطلع به خطر مسئولية وكل حسين بجسمة المسئولية وباهي يعني أبناء الجهاد تلقاه يعيش في ألمانيا ولا فرنسا ولا كندا ولا أي بلد آخر وينتمي إلى جهة جهة من الجهة الداخل الجمهورية يتحمس أكثر باش يعمل مشروع يكون ناجح في منطقته في البلاد اللي عاش فيها وتربى فيها بضبط ثم العديد الأمثلة احنا وريننا العديد الأمثلة المنتدى اللي عملناه جمع أكثر من ألفين مشارك اي اشترها من توانسا اللي في الخارج فيها أكثر مئة وربعين شركة وشركة ناشئة شاركوا في اسباس ديكسبوزيشون في أكثر من خمسين شخص شاركوا في ورشات عمل وفي الكنفرانس وقدموا يعني أمثلة حية على نجاحات وعلى مساهمات في عالم الجالي خاطر موجودين لهم المساهمات علش موجودين خاطر الناس هذوم اللي في الخارج ولا اللي كانوا في الخارج والغنية تقول مسحيح ما يعرفها كان لي عاش محروم عندهم عندهم ارتباط عاطفي كبير يسر عضوي مع بلادهم وكلهم يحاولوا يعاون وثم حتى واحد تقولوا يجا عاون تنبش تعمل حاجة ويقول لك لا اما اي مش كان كلام فقط اي مش كان كلام ثم ناس بعثين مشاريع ثم اللي دخلوا وجابوا معهم استثمارات خارجية هامة وشركات ناجحة اليوم اللي هي دي فلوران دي للكونيزيان ثم اللي حتى مرجعش ثم اللي راجعوا يخدموا في التعليم العالي في البحث العلمي برشا راجعوا وثم اللي اللي حتى مرجعش يخدم يحاول يعاون تلقى هو باحث علمي ولا استاذ جامعي في بلاد معينة ويحاول يخدم مع الجامعات تونسية باش يعمل هكذا دي كوپيراسيون كل شي ولا تلقى هو ثم فما مثلت العمل عن بعد سهل هذه الكل ثم برشا حولور رغبة موجودة لكن ثم عراقيل الحقيقة عراقيل من الإدارة التونسية ما نحبش قول عراقيل من الإدارة هي عراقيل تعطيلات ثم ما نقولش تعطيلات ثم ما زلنا عنا حاجات زينا نحسنهم عنا مبرشا حاجات نحسنهم يعني نحسل الرغبة موجودة من كل أطراف أن بالحق الجيل يمتعنا يجب تنفيذ هذه الرغبة أن تكون قوة فاعلة بشتساهم أكثر في الدورة الاقتصادية وفي إشعاعتهم أكيد برشا توانسة مخيمين في الخارج يحبوا يعملوا أفكار ويبتكروا ويقدموا مشاريع ولكن تعترضهم الأبواب الموصدة ربما والتعطيلات في الإدارة يجيب الورقة الفلانية والورقة الفلانية ورجع هدوة ورجع بعد هدوة عملنا دراسة على الموضوع هدوية عملنا معناه سنداج في الأسبوع الفارتة 80% من من الصندية يقول لك ماذا بي نرجع لتونس ماذا بي ولكن وثم 20% منهم يقول لك ماذا بي نرجع في العامين ثلاثة هدوما معناها رغبة ملحقة نلقى فرصة أو نلقى كيفاش وثم لي لوج وقعد يلوج سريوزا بشيروح ثم رغبة في العودة ثم رغبة في في المشاركة أكبر بيسر معنا حتى اللي يقول لنا 80% ولي برس 90% يحب يشارك يعاون وبعض منهم يشارك يشارك في جلب استثمار بعث مشاريع يساند يحب يعاون جهته يحب يعاون بيعثين شبان بش يعطيهم النصح ولا بش يعطيهم يعاون بش حلو أسواق في العالم يحب يعاون شركتنا بش تفتح أسواق ولا تنتصب في الخارج يحب يعاون البحث العلمي وجامعاتنا وإداراتنا ودولتنا بش تلقى الحلول ولا بش بخبرة متاع وبش يجيب لها الخبرات والأفكار اللي تكتشفوها في الخارج بش بتاتي يعاون وزادها على إيجاد الحلول للمشاكلنا وللتحدياتنا متاع نحن نقوله تحول الرقمي تحول البيئي تغييرا من ويل الاقتصادي نحو الاقتصاد أكثر موجه نحو المعرفة نحو الانفتاح على العالم وما إلى ذلك ولكن كما قلت أنت تم عرقيل العرقيل زادة هي يقول لك مقابل الرغبة الكبيرة الرغبة اللي عند الناس كلنا نها تشارك يقول لك نقص في المعلومات نقص في العلاقات هذي نقص في المعلومات في العلاقات أحنا دور تظاهرة كم اللي عملناها للفرام اللي عملناها هو دور بتاعها أنه يمكننا كتوين سكيروح وفي العطلة أنه في نهار يبايعش برشا وقت في صبحية يبش يلقى كل المعلومات قدامه يلقى الناس بعثوا مشاريع نجمو يقولوا له كيفاش عملوا يلقى ألهام من الناس نشحتوا عملت حاجة وبتتعطيه هو الفكرة ولا تعطيه الرغبة أنه حتى هو يقول علش مشانا يلقى زادة علاقات يعني شباكات علاقات مع الفعالين الاقتصاديين اللي ما يعرف يعرف على الناس وهذا هو اللي بعد يخلق الفرص المشكلة الثانية أكثر حاجة تظهر كعرقيل والتعتيلات هي البيروقراطية الخدمات الإدارية البطيئة البنكية كل ما هو بالحق المناخ العام اللي هو اللي هي الحقيقة خلينا نكون واضحين لماذا مشكلة تقتصر على الجالية التونسية في الخارج وعلى الكافيات بالخارج هي مشكلة تونسل كل اليوم مشكلة تونسل كل خطر عادة نبعات نجمه وساعات نقسمه هذه مناطق داخلية هذه مناطق خارجية هذه مناطق ساحلية هذا في الخارج هذا في الداخل الحقيقة أنه التحديات هي بيدها للنس كل كيف نرتقي بالمناخ العام بخدمات دولتنا بخدمات إدارتنا بخدمات بنوكنا خاطر المشكلة هي هذه اللي قاعد يدفع بالشبابنا نحو المغادرة نحو الهجرة هو كبيرة يعني من جانب هذية معتها كي نقول قلتم عايشين في وقتهم لكن كيدخل في إدارة كيمشي في الستاق سامحوني كيمشي بش يعمل أي علاقة ولا أي اتصال مع أي شركة من شركة حكومية ولا إدارة ولا بانكة يحس روحه رجع بالتوالي في القرن العشرين يحس روحه في القرن الماضي يحس روحه مش مساهل إذا المسألة تتعلق أساسا بالوعي بثقافة وعي التونسي أنه في ذهنه يتطور ويكون مستقبلي ينظر للمستقبل أكثر ويكون فاعل خاصة ويكون فاعل ويواكب متغيراته ويواكب متغيراته ويواكب متغيراته خطر عنها زادة رياضة نحبوها ياسر تحكي ساعات الألعاب والأمبية عند الرياضة رياضة الأكثر رواجة واللي نموت عليها تونس هي رياضة التنبير ورياضة ترميان الكرة للأخر ورياضة الهزان والنظام المشكلة مشكلة الجميع والحل بيد الجميع يعني نشوف اش قاعد يتكتب في مواقع التواصل الاجتماعي برشا هزان ونظام لحقيق يعني فما ناس يكتبوا في حويش علي ذاعة مثلا ولا على لطفي بوشناق ولا كذا وهما ما يعرفوش يعني مهوش فاهمين الحكاية يزم يفهم ويكون عارف هذه عقلية مش عقلية مواطنة مش عقلية مواطن فاعل مش عقلية بناءة عقلية تقسيم وهذا بيه وهذا عليه واللي يعمل حاجة الناس كل طابت عليه واللي بيه وعليه ذاك واللي ما يعمل شي المهم المهم سيألي نقول عن حاجة أخرى لما احتلها الساعة هي تظاهرات في الجهات احنا يعني باش الكلام اللي قلناه وتقال برشا كلام في التظاهرة وباش نخرج بديسنتيز عليه وباش نواصل وزاد احنا في تناغم مع الصلاة التونسية نهار ستة وسبعة اوت وزارة الخارجية عندها المنتدى الوطني الكفاءات التونسية بالخارج وهو جاء في ومعناها نجم تقول صدفة جاء وانو دوستة داورات جاء قراب لبعاظهم وباش واللي تحدثنا فيه مع وزارة الخارجية هو انو كيفاش معانتها الافكار والمقترحات اللي نشنو خرجنا بها نهار 23 جولة في المنتدى التونس العالمي يكون زادة مساهمة منها كيفاش باش نطري الحوارات وباش نقدموا مقترحات للمنتدى اللي تنظموا وزارة الخارجية ولي بتشاركوا فيه كل اجهزة الدولة والعديد من اجهزة الدولة ما حتى ثم ايرادة الناس كل اللي تحب تقدم احنا الكلنا الكلنا على سفينة واحدة ويزمنا الكلنا نكونوا فاعلين وجس ومحركات في السفينة هذية عندكم استراتيجية على مدى متوسط مثلا في فترة معينة شنو ممكن نتحق في جماعي التونسيين خارجيين المدارسة العليا احنا الهدف لول ما ينزمش تكتفيوا بتنظيم التظاهرات واجتماعات وخطب لا مش خطب هو راهو التشبيك والعلاقات الفردية وتنوير الافراد يوعاوا بالفكرة وياخدوا المعلومات في حد ذاته هدف مهم ودير قطلك كما قطلك بعد التظاهرة التي تونس معتها في 23 جويل انطلقنا من الغد نهار 24 جويل كنا في سليانا دياسبورا ريجونال نتوركينج عملنا معتها سلسلة متاع تسعة التظاهرات في تسعة جهات في سليانا في باجا في قبز في صفاقص في الكيف في توزر في جربة في حمامات وفي سوسة كنسخة أولية وان شاء الله عام جانا يكونوا في وليات الجمهورية الكل نعم باشي كيف كيف نربطو بين الكافاءات والطاقات والديناميكيات المحلية خطر ثم زادة حاجات حلوية أنا مشيت سليانا شفت حاجات يعمل كيف معت الشباب يعمل كيف ثم طاقة ثم إرادة شباب متنور متنور شباب يحب يقدم يحب مرشة حاجات وبحاجة وبحاجة أنه شكوني يمكن يعاون يعاون شوية يعاون بنصيحة يعاون بشوية استثمارات يعاون بشوية أفكار البنوك يزادة يلزمها تعاون البنوك يزمها تعاون أو لا يزمها تعاون وقادين لا يزمش البنوك مش ما يعملوا في شيرة وقادين عملوا في حاجات والبنوك يلزمش تبتز لأنه فما بنوك قاعدة تبتز تبتز حتى أنا كحريب في بنك معين يبتزوا بأي شكل من الأشكال في عملية حسابية بسيطة يحبوا ياخذوا يحبوا يلفوا هذا يكلام على مسؤوليتك هذا يكلام على مسؤوليتك أنا ما نقولش يبتزوا نقول ثم ثم نقص شوية في الخدمات ماذا بينا نحسن وجودة الخدمات والرقمنا هي جزء من الحل وماذا بينا زاد نسهلوا هذا هو رفقا بالخرافة من الأفكار اللي خرجت مثلا كان نحبوا نشجع على تحويلات توانسر الخارج خطر النجمه اللي موجود اليوم اللي طول يحكيوا عليه كأنه حاجة هاي لا ياسر النجمه نعملو الدوبل لكن نحبوا نشجعوا على جلب دخارات توانسر اللي في الخارج عن المولي يدخلوا يحطوا مدخاراتهم في تونس هو لحمة بغنو وسما مناخ ولمس بركسي أمين عادي ترقب تحويلات مواطنين في الخارج في ولاية المهدية في ولاية المهدية فقط يعني مليارات 15 مليار تقريب ولا قداش على تونس كل 8 مليارات دينار في 2022 بحيث هو التحويلات مهمة أي مهمة لكن التحويلات هي جزء مش الجزء الأهم معناها الاستثمارات والإدخارات أهم التحويلات التحويلات عادة تمشي لاستهلاك ولكن نحايل وكل لكن لا نحكيه على الاستثمار نحكيه على إبارة معناها للإدخار في عد تونس تمشي تخرج على الأسواق العالمية باش تجيب دوفيز من عند موولين أجانب وكل شي بتكلفة غالية تنجم بتاعتي معناها حلول باشي أولادها يحطوا فلوسهم يحطوا دوفيز متاحهم ويخطسها عليهم اللي يحب يخرجوا فلوسهم بعد ولا يسترجع فلوسه ولا ياخذ واضح التظاهرات في الجهات جسمهم وهي زادة خطوة أولى وهذا يقول أنت قلت عمليا احنا نام اللي عملناه اليوم كما قلت التحالف متاعنا بعثناه منذ سنة فقط اللي عملناه سنة دياسبورا ثمناها دياسبورا معنا على طيلة شهر الغاية منه هو أن وأن نبعث رسائل للجالية رسائل أمل نحبوها بالحق رسائل أمل خطر تم حالة حبات ومتاع يأس ومتاع كهو ومحسوب مش تعمل ومش صحيح وقت وقت يظهرنا للحالة يمكن نقول وما يؤوس منها ولا ما ثم ما يتعمل هذا كوقت الناس كلي تقوم وتخدم وتتشمر على الرئيس بس مع الشعار الكبير المبدأ الأساسي نحبو بلادنا نحبو بلادنا نحبو بلادنا تتقدم ونحبو بلادنا تولي قادرة تحتضن أمال وطموحات وأحلام أبنائها ولادها وابناتها مهما كانوا في تونس في خارج تونس وأنا تكون بلادهم برافو على هذه المشاعر والأحاسيس وكلمات التفاؤل إن شاء الله نحقه الكثير ويومك سعيد ويومك سعيد شكرا أمين نعلولو رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا ترجمة نانسي قنقر